خبر آخر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى بوفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الزولة للهجرة واللي أكدت أن شباب المصريين هم رصيد مصر من القوى النعمة في الخارج وأكد رئيس الوزراء ساعدته بلقاء شباب مصري ناجح وواعد كان عنده فرصة لدراسة تخصصات متميزة في الجامعات الأجنبية بالخارج واللي بتوتيح فرصة الاحتكاج بمجتمعات وثقافات مختلفة ومعرفة تجارب الدول والاستفادة منها وقال الدكتور مدبولي أنه خاض نفس التجربة خلال دراسته للدكتوراه في ألمانيا لكنه كان مقرر العودة لمصر اللي اتغيرت في السنين الأخيرة وبقى فيها مكان للشباب في المناصب القيادية وأكد لهم أنه عندهم فرصة تاريخية للعمل في مصر